دم الكردي دم الإصابات تزداد وكذلك الإجراءات الاحترازية لو تضعينا في آخر هذه الإجراءات وهل من المنتظر حظر وإغلاق كامل كما كان موجود من قبل داليا بالفعل وصولنا إلى أكثر من 1890 إصابة ويعني بأن الأردن انتقل إلى مرحلة متوسط الخطورة ولكن تم تعديل المصفوفة بحيث تحاول الحكومة الأردنية أن لا تصل إلى الإغلاق الكامل أعتقد بأن وبحسب تصريحات الحكومة لن يكون هناك إغلاق كامل خاصة لما للحظر الشامل أو الإغلاق الكامل من تبعات اجتماعية واقتصادية على الاقتصاد الأردني من جهة وعلى المواطن الأردني من جهة ثانية لذا فإن الحكومة تحاول التوائم ما بين المحافظة على الاقتصاد الوطني وعدم الوصول إلى الحظر الشامل والمحافظة على صحة المواطن الأردني بحيث الإغلاق يكون جزء التشديد في تطبيق إجراءات السلامة العامة قد يجنب تسجيل مزيد من الإصابات الإصابات المحلية عادت إلى التسجيل وذلك بسبب المخلطين من الدائرة الأولى والثانية والثالثة هناك بعض الإغلاقات اليوم الحكومة أعلنت عن إغلاق سوق الأحد الشعبي والذي كان من المتوقع أن يكون هناك فيه اقتضاد لذلك فإن الحكومة احترازيا أغلقت السوق الشعبي من جهة ثانية وزارة التربية والتعليم أعلنت عن أن المدارس الخاصة كلها تمت شرط التباعد الجسدي وذلك بتحقيق شرط التباعد بأن لا يكون هناك أكثر من عشرين طالبا في الصف المدرسي سيكون دوام الطلبة على نظام الفردي والزوجي أي أن يوم الفردي سيكون دوام الطلبة للصفوف الأول والثالث والخامس وهكذا تباعا والزوجي من الثاني والرابع وهكذا حتى يتم تدريب الطلبة على البروتوكول الصحي إذن وبموجب المصفوفة كان من المفترض أن يتم إغلاق المدارس والجامعات ولكن الحكومة الأردنية ارتأت أن يكون الدوام على نظام الجزئي تجنبا لإغلاق المدارس والتزاما بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة يوم الأول من سبتمبر من جهة ثانية تم إغلاق مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى حكومي والإغلاق تم من أجل التعقيم بعد إصابة أربعة من كوادر المستشفى إذن هناك إغلاق لأي منشأة يتم تسجيل فيها إصابة هناك تشديد في تطبيق أمر الدفاع رقم 11 والقاضي بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات والقفزات واتباع إجراءات السلامة العامة تجنبا من تسجيل إصابات أخرى نعم شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات داما الكردي مرسلتنا من عمان شكرا داما